بس للأسف كتير من المحاولات دي كانت بتبوء بالفشل وكانت بتحصل الوفاة طب ليه؟ لانه في الاغلب احنا مش فاهمين يعني ايه بالع لسانه الناس كتير مننا بتعتقد انه اللسان بيتفك ويروح ملفوف وصاقت يسد مجرى الهواء لكن فعليا القصة مش كده خالص القصة عشان نفهمها كويس لازم نبقى فاهمين طبيعة مجرى الهواء بتاعنا وانه الهواء لما بيخش جوه الجسم بتاعنا عشان يوصل للرئتين بيعدي من الانف او من الفم وبعدين ينزل على البلعوم وبعدين على القصبة الهوائية وينزل بعد كده يدخل للرئتين طب ايه علاقة اللسان بالقصة دي؟ اللسان زيه زي اي عضلة زي اي عضلة عندنا في الجسم بيحصل لها ارتخاء لما الواحد يخش في غيبوبة يعني ايه؟ يعني اي واحد بيخش في غيبوبة او اغماء عميقة كل عضلات الجسم بتاعته الترتاخي بما فيها عضلة اللسان طب ايه اللي هيحصل يعني؟ تعالوا مع بعض نبص على الفيديو ده عشان نفهمها بالتفصيل وزي ما احنا شايفين انه اللسان عبارة عن عضلة لما الجسم بيرتخي اثناء الغيبوبة عضلة اللسان بترتاخي فقعدة اللسان هي اللي بتنزل تسد مجرى الهواء فتمنع دخول الهواء تماما وهنا يحصل الاختناء وهنا المشكلة انه اللسان هو اللسان دماجر الهواء في حالة ارتخاءه السؤال نتصرف ازاي او ازاي نعيد فتح مجرى الهواء هل بنمد ايدينا نشد اللسان ولا بنرفع دماغه الفوق ولا نميله على الجنب ولا نتصرف ازاي خلي بالك فكرة انك تميله على الجنب ولا ترفع دماغه او تبدأ تهز دماغه فكرة خطيرة لانه في الاصل هو فقد وعيه لانه تخبط خطة جندا في دماغه فاوعى تحاول تحرك الدماغ او تحرك الرقب او العمود الفقري حركة عنيفة لان ده ممكن يضره ما يفيدوش اما لها نتصرف ازاي تعالوا نتفرك تاني على نفس الفيديو بس نكمله ونشوف اللسان ممكن يترفع ازاي مجرى الهواء المقفول بقعدة اللسان نقدر نفتحه بان احنا نحرك الراس بالطريقة دي ساعتها قعدة اللسان هتتشد الفوق مجرى الهواء هيتفتح والهواء يخش ببساطة وما يحصلش الاختناق طيب نرفع الرأس بشكل مظبوط ازاي الطريقة بسيطة جدا وحركة ياريت نتعلمها ونعلمها لكل الناس اللي حوالينا الحركة بمنتهى البساطة ايدعى الجبهة وايدعى الدقل هزوق الجبهة وارفع الدقل خلي بالك الحركة دي لازم تحفظها وتحفظها غيرك مش بس عشان اللعيبة اللي بتبعها عبكورة اللي بتمارس اي ياضة وممكن تتصاب اصابة بشرة في الدماغ فتفقد الوعي فتبلع لسانها لا ده مش بس عشان دول لكن كمان اي عيان تشوفه فقد الوعي اي شخص بيفقد الوعي يغمى عليه في الشارع او يبقى بغيبوبة او حتى المشهد اللي متكرر اللي ساعات كتير بنشوفه واحد سنه كبير وهو بغيبوبة عميقة في البيت وقاعد وعياله وقاعدين حواليه وبيصدر اصوات يقولك ده بحشراجة الموت بيحشرج بيطلع منه صوت ناتج عن انه مجرى الهواء مسدود فعليا الراجل ده للأسف الشديد بيبقى بيتخنق لانه لسانه عشان هو في حالة غيبوبة بيسد مجرى الهواء كل المطلوب منك حضرهاك ساعتها انك تفتح ليه مجرى الهواء بنفس الطريقة بالظبط افتكت دايما انه بالحركة البسيطة اللي تعلمناها النهاردة ممكن تبقى سبب في انقاص حياة بناء ادم وممكن يكتبلك سواب كبير قوي 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 انك انت احيت بناء ادم تاني وساعدته ان يعيش مع حبيبه واسرته وللناس اللي هم عايزينه ربنا بيقول ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا خليك منهم خليك من الناس اللي ممكن تساعد في انها تحيي بناء ادم شاير الفيديو ده لكل الناس اللي تعرفهم كل الناس اللي ممكن يستفيدوا ويتعلموا وما تنساش كمان اعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك وسبسكرايب على القناة بتاعتنا وتابع حلقاتنا باستمرار في العضل هدف ان يفيدك ما يدايقاتش ولا يوجعك ودوم دوم بخير موسيقى